نرجع بقى نقول ايه? النمبر. النمبر اف. اده دي بقى بيبقى وسنجل ابسس. ده الاماديك. ماشي. دكتور? نعم. اه حددتك تعرف ان احنا ممكن نستعمل نفس اللينك بتاعت اول مرة خالص بس ندوس عليها تاني? مش لازم واحدة جديدة? والله اهو المرة اهو الملومة دي. لا يعني ممكن ندوس عليها كمان مرة هتشتغل هتدي كمان. فعلا? ام. ماشي. طب سواني انا اعملها ازاي? بس انت قلنا دوسوا عليها تاني احنا هندوس عليها تاني هتجبنا. ايوا ازا كنت انا نفسي ما عملتش جديد مرميتيك عندي بيعمل انت. هعملها. اه انا هدوس عليك تاني يعني ماشي. حلوة المعلومة دي يا رب. يبقى عندي غريبا. يقول لك فيه حاجة غريبة قاومة. يقول لك عبارة عن كده بس بس. عبارة عن ايه? شاني. شاني. معيش راح ظاهر. مستشفى كده. مستشفى كده. هلو? سواء النور. اه يوسف اعملو. لا لا مش النهارة طبعا لا. هو دي لي يوم الخميس بقى. الخميس صباحا ساعش. اه الخميس الصباح الساعش. مايشي? هو كده كده بيتابعنا على التليفون او سيدي. مايشي. 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 اه كلمة مهترق. هي هي كلمة اشعث. يعني شكله كده منطور كده. القول ده بتاع الابسس. الكلام ده مهم. كاركتوريستيك. رقم اتنين تلاقي الاميبة. عايشة في الول ده. اميبة. اشي اجي معناها ايه دكتور? مهترق او اشعف. يعني لما تبص عليه كده تلاقيه ايه? اندر ماكروسكوب الول يعني خفيف كده ونطور حتة فوق حتة تحت. عايشة جوا الاميبة. لما تاخد منه بايوبسي تشوف اميبة عايشة جواها. رغم ان هي جاية من قلب الايه? القكاة من قلب الكولوم. يعني جاية من بيئة قاذرة. لكن جاية عندنا بقى في الابسس اللي عملته في قولك لا. انا ما عانش جوا البص. ما تلاقيش في البص ابدا اي قبيبة عايشة. وما تلاقي عايشة فين? لو خدت بايوبسي من الول بتاع الابسس. رغم ان هي كانت جاية من وسط الكيكين. لكن لما راحت وعملت عاشت في بتاعة الابسس اللي هي الشاجي والي. ولكن تاخد عينة من البص اللي جوه الابسس ما تلاقيش في قميبة. طيب امي هتلاقي ايه لونه? البص ده هتلاقي لونه شوكولت. شوكولت قلن. هقول له عادي عامل زي الانكوبي سوس. الانكوبي سوس. يعني هما اللي اجادة بيوصفوا شوية هتقوله وهقول لكم في الحاجة اسمها ريت كارنت. ريت كارنت ده اللي هو نوع من انواع الكريز. آآ زي المربة بتاعت الكريز كده. آآ فبيبصرفوا بالحاجات اللي عندهم. فتلاقي وصف الفواكه وحاجات مش موجودة عندنا. طبا في حاجة اسمها الانكوبي سوس او الشوكولت بيبالون هجامق يعني ودارك براون. يبقى ازا اللي جوه فيه بص والبص ليه كاركترستيك كالر. الوول بتبقى شاجي. وبتبقى آآ منهاش حدود واضحة. وعايشة فيها ليفنج امي بقى او انت بيه بقى هستولي. خلاص كده? حلو ايوه. ده كباثولوجيا. خشري بقى على ال كومبليكيشنز. هسبق بكومبليكيشنز الاول وفي اسمه دبارة عندك هتزود عليها بعض الحاجات. بس اسمه حلوه. مش عارفة كيبهالكو دلوقتي على الكتاب. هعمل شير سكرين عشان اللاس المتخلفة اللي ما عنداش الكتاب بتاعي. لحظة واحد. فين? فين? اهو? لا مش دي. الله. طيب سويني كده اشوف الكتاب بس ايه? عندي هنا قلقة. اصغر ايوه. ماشي. نشوف بقى نرجع للميتنج. ايوه. شير. يلا بقى اظهر يا حبيبي. اهو. بص يا سيدي العزيز. الصورة دي جميلة 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 يا ريت اللي مش عنده يرسمها. تخلص لك الكومبليكيشنز. اے محس iedereen. ريتم انشوف. اے محسس究 اللي مش احسن. اه ده منظر بتاعت البايوجينيك خلاص اه شايفين السؤال يا جماعة حد مش شايفه يا اخوانا شوفوا يا جماعة انا هشاور بالكيرسر دلوقتي البريتونيك ابسس الايمابيك ده ممكن الخط ده ده ممشي ممكن يفتح تحت الديافرام باسمه ايه ياولاد اسمه ساب رانيك ابسس هو ده بريتونيتيس ياولاد آه بس لكلايزد ما بين الديافرام وبين الليور لسه بقس جنرالايزد وعمل في الايه في الريتونية الكابت كلها طب ممكن يخرم الابسس كل يقعد ينخور في الديافرام وما يعملش سابفرينيك أبسس يخرم على طول الديافرام ويخش جوه البلورا آه يبقى هيعمل حاجة اسمها ايه؟ هيعمل حاجة اسمها امباييمة طب ممكن ثواني ثواني هقتلها يا سلام ماشي ممكن يكون جوه البلورا فيعمل امباييمة دي في البلورال كافتي لا خلي بالك بقى ساعات الانفلاميشن الرهيب اللي في الديافرام يخلي التولير زقوف ده بلورا اللي هم البرائتال الاند ده بسرا اللازقين فبعض بتعاش تخش جوه هم بتعاش تعمل امباييمة هم اللي ايه؟ تخرم من البلورا وتخش جوه اللانجي ايه باسمه ايه؟ امابيك لانجي ابسس يعني العيان ممكن يقح اللون اللي اسمه براون شوكولات ده ها لانه دخل على البرونكاي او البرونكيولس والالفيولاي مش بس كده ده ممكن يخترق الابسس ده من البرونكيولز عطوله يخش على المين برونكس فده اكيد هيكوح ايه؟ يباسمها برونكو بلورال بيلير يعني نسبة الانفر فيستولات يعني يكوح امكو بيصاص او شوكولات الباص بتاع الابسس وكمان بايل يعني الكوحة يبقى فيها لون اخضر ولون بوني ده ايه ده؟ ده كومبليكيشن عنيفة جدا دخل على البرونكس اما الساهم ده بيقول لي دخل على البركارديا فعمل بريكارديا يبقى طلعنا فوق شوية سبفرينك ابسس فوق شوية كمان الديافرام يبقى بلورال ابسس اللي هو الامباييمة طلعنا فوق ودخلنا جوا اللونج بقى لونج ابسس طب دخلنا جوا من برونكس يبقى برونكو بلورال بيليري فيستولة لانه هو بيليري وعد على البلورال وبعد كده دخل على البونكاي واخيرا دخل في البركارديا ده اسمه كله ابورد اكستنشن ده في الكمبيكيشن ارسم بقى ساهم من هنا لغاية تحت كده واكتب داون ويرد اكستنشن يروح فين ارسم كده السطمك والديودنم والكولون والريد كيدني يروح فيهم كلهم اهو فين بقى سيدي اهيه سطمك ديودنم كولون هو بيلفز اوف ذا كيدني واجنراليز كابتين بتاعتلكم ويرسم ساهم من الليفر من هنا ويطلع على برا يطلع له خراج برا على الجلد ويرسم ساهم من الليفر وعمله كده على البورتالبين يعني او على الاي في سي يعني فبقى في حاجة اسمها يعني خلاص انتشر بقى في كل حاجة لانه راح على الاي في سي وراح منها على الهارت على كل الجسم خلاص دي اول وهي اهم واحدة وهي الانتشار في بقى حاجة اسمها ان يحصل يعني ده اعمل منه ساهم الفوق الدرس اللي قابلينا قلتلكم ممكن يبقى انطقوا بقامابك وعمل ساهم من تحت الدرس اللي بعد كده والكالسيفيكيشن يبقى ارجع تاني هعمل ستوب شيرينج واقول لكم هنعمل ايه دلوقتي عشان اللي مش معاك تاني اقول ليه ما كده الحتة دي خلص ده في كلها حضرتك هترسم اللونج وهترسم البلورال وترسم الديفرار اسمها بسيطة جدا معاك تاني تاخد كدير وادي اللي قرر شوف الاسهم شوف الاسهم احا احا ده اسمه ايه اولاد صاب فرينك افسس طب دخلنا وكالينا الشرف ما من البصر ده اسمه ايه البايبة طب لأ كانوا لازقين فبعض وادهرا فدخلنا عاللونج وعطول ده اسمه ايه اللونج افسس طب لأ دخلنا جوا ايروي بقى ووصلنا للبرومكاس ده اسمه ايه جماعة البيليا لبرومكو بلورال فيستولا طيب لأ وصلنا لبركارديا ده اسمه ايه اخوانا ده اسمه طب ده اسمه ايه كله افورد اكستنشن طب الداونج ارسم الرسمة دي كله بقى اسمه نزلنا على فين نزلنا على الستومك والديودن نزلنا على الرايد كولوم نزلنا على الكيدني والرين البلبس او جنرالايزد ايه طب طلعنا البره ده اسمه اوتورد اوتورد اكستنشن الابسس بوينتت بره على الجلد شفت حماربر او طلع على ايه الاي بي سي فبقى فيه بالهيباتيك بيمز سيستيميك بايميا كل ده يا ولاد اسمه لكن فيه ايه يا جماعة تخيل لو ااخد سيجمان في الجلدة وسعتها بقى الشرق اللي انت بيقولي عليه معها بقى جوندس معها بقى لوي سودا بقى ورقم تلاتة ممكن يحصل ايه ورقم تلاتة ممكن يحصل ايه هو رقم اربعة ممكن يحصل الدرس اللي فات انه يحصل يبقى تاخد منك ويشنك ساهم على فوق الدرس اللي فات على الدرس اللي جاي وكالسيم فيكيش مالهاش حاجة ودي راس معك سهل يا جماعة كلام جميل كلام معقول ما قدرش اقول حاجة عنه نقدر ما اقول بقى كده تلخيصا بسرعة احلا صحصحك وكده مين معانا احمد رشاد معانا ايه بضبط قول لي يا احمد يا رشاد كده اه البطولش بتاع الابيب كليفر ابسس مين ما طيرنا انا سمحت الفجتر الفجتر الفورم بتاع الانتاميبة ايه الجاية منين لأول حالة يبقى جاية من الفجتر الفورم اللي هو بتاع الانتاميبة منين بقى غالبا ايه غالبا عن طريق صح يا رايت كولون يا ليفت كولون والاتنين هيودو لك على ماشي الرايت عن طريق والليفت عن طريق الانفيريور ميزنترق ماشي. اه في تروح عن طريق يعني اه في ماشي. يخش بقى في تفريعات لكن الاكبر هو اللي بديه نصيب الاسد اللي هو الرايت هباتي. ماشي. كامل? بيبقى saying feb ses.ايوا ويونيلوكيولر. لي contractors معنا ان دท blue greeting. الباستكו بيبقى chocolate brown chocolate. ماشي. او عم Kufv saus ببعونو. الوول.ول شاجئ. الطيب؟ سامر معانا ولا لا؟ سابر، مشلق بسرق بسهر حالة يا سابر بقولك، وأولي اللي كدا عناوين الـ أبوارد ودونوارد هناك أمور بقعة وفي البلد او عيتوه منك الاربع عنوين الرئيسية ايه هم في عنوان اسمه او extension ده اللي انت كنت هتقولي تفاصيله لكن في عنوين تانية او يحصل ايه on top of it infection by bacteria bacteria's infection pyogenic liver رقم اتنين لو spread قلناها لسه هنقولها الوقت بس خلينا نخلص العناوين الاول ثلاثة نفسه هيتأصل في رقم اربعة طيب قولي يا سمر عنوين بقى ال spread ال spread و upward و downward وال blood وال blood و outward حلو طيب هالا معنا ايه ايه دكتور ال upward يوديني على فين خمس عنوين اه ممكن يروح للصب زي phragmatic abscess او يروح للبلورا يعمل بلوريك abscess والليكول نظبط وال right renal pelvis طيب اه اوتward بيعمل لي ايه اه على السكين بيطلع على السكين رح يا و ساعتها لازم تفتعوا من السكين بقى عطول لانه خلص هو ميجريتب للسكين واخر حاجة ايه ايه ال blood بيعمل systemic اه اميبك abscess ماشي يعني كل جسم لانه راح لل pump طيب اه هقول اولا العيان عنده history اه ما ينفعش ننساها يبقى type of patient ان العيان عنده history of اميبك colitis وكان عنده stone analysis بقى وعنده او لا رقم اتنين ارسم بقى clinical picture الجميلة دي clinical picture عظيمة 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 ايه هي بقى ياولاد ارسم راس بني ادم خلاص وارسم lung بني ادم ماشي وارسم تشوف البساطة 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 وارسم liver بتاع بني ادم عشان بس بنها لانج نرسم ايه بيتي لانج كده تقول العيان ده عنده toxicity فعنده حاجة اسمها لون وبحتان يسموها كده في التطبيق لون وبحتان يعني يعني ماشي ومعها بقى شوية وماليز وكلها ماشي ولان احنا قلنا هناك في فهنقول هنا جنرال برضو فعنده ايه فعنده المانفستيشن تحت الفيبر والتوكسيستي ماشي دي اللي فراسه تلاقي فيه فيبر والمنظر بتاعه ارتيه هنا بقى هتروح رسم اكس كده وساهمين كده واكس كده وساهمين كده انا قصدي ايه بال اكس قصدي في الابر الابدومن تندنس في اللور شست طب ويه قصدك بالسهمين قصدي انه عامل امباييمة يعني عامل فبش هتلاقي ماشيها اي حالة خلاص في تندنس على اللور كوستال مارجن وفي تندنس على الابدومن تحت الكوستال مارجن في احتمالية بفي اكستنشن جوه بفي امباييمة وفي احتمالية يبقى فسهلة سهلة جنبها الرسمة زائد الهيستر رسمة زائد الهيستر والرسمة دي تشمع لجنرال والوقف لان انا بتكلم في افس في اللور واحتمال جنبه على طول اللور وبتكلم في ايه في بتاعه بتاعه يخليه خلاص اولنا في الامتحان هتكتب بس لا طبعا هت لما هنقول الكلام ده في نظر دي بيقول لك بس انا بقولك بس انا بقولك ونظمة كده وما اتبصح هتشوف ايه على العيان وجنب طبعلا بقى الانبستيجيشنز اه الديفرينشال داينوز الاولية الديفرينشال داينوز عاملك لها عليها بس السؤال مهمة بصراحة عاملك عليها علامة لاني الاميبة ايه انديمك حتى عندنا مستوى انديمك اكتر في الدول احنا قلنا الاميبك من الابسس العادي اللي هو البيوجينيك وعارف الفروق بقى دا كان عنده دا لأ دا عنده بقى مشاكل الابندس اللي هي الاسباب بتاع اللي تلجي بتاعت البيوجينيك هي بقى الابسس والابسس هيباتايتس يبقى اتنين بحرف الايه الاميبك from biوجينيك افسس والاميبك from acute هيباتايتس طيب بحرف البي البي ايه بقى بيرفوريت ما جام بقى اطول فبيرفوريت بابتك ألسر ما دي بتعمل الابدومي البي ودي بتعمل الابدومي البي خلاص بالمناسبة يعني لو انا قلت ان فعمل بريتونايتس و ساب برينيك افسس هدخلنا متسع اكتر زي بقى الابدومي لما جينا ايه نقول الابدومي الابدومي من كزا وكزا 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 ايجا بتكلم على الابدومي انظر حولك كويس الابدومي لازم في التنية يا جماعة فلو انا عندي آه هي بتسمع اكتر ورق وفي اللوين يبقى تنضر جدا لكن هما الاتنين يلخبطوا مع بعض آه يلخبطوا والاتنين يبقى فيهم في فور آه فيهم في فور يبقى تكتب ايه بايلون اتنين بحرف السي بقى اي بي سي اتنين بحرف السي الليفر جزء منه الجول بلاد بقى 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 والكارسينوما ليفر هناخدها ان شاء الله آه الكارسينوما يبقى انا بقول هو ده وهادي كارسينوما في الليفر الحاكتين في الاخر بيعملوا طبعا في الان ما فيش قوي زي يبقى اتنين ايه اتنين بي اتنين سي الاتنين ايه اماميبك افسس اللي اسمه بايران من اكيوت هي باطاة ديس حاجة باطنة اللي تنين في حاجة بسالك وحاجة خدناها تبورت بلتك ألس ربيني فارتس اللي تنسي كوليسوساتي سوية كارسينوما اهدي الديفرينشل ديالنوزلز تعالي اللي بقى نتكلم على الانبستيجيشنس طبعا انت زي البيوجينيك التلسي بيبقى عالي لكن ايه اللي معانا غير التلسي دي سي عالي وها كزا حاجة معاملات الايه الاس اار معاملات الايه الاتهاء رقم اتنين اللي ستول يطلع انت ميبة بس يا حبيبي اي عيان في اندمج ايه دي هيبقى عنده اللي ستول بوستنفورت طيب طيب السيرولوجيكال تيست انا مش هشوف الاجب انا بس هشوف جوه البلد في زي بتاعتقرون كزا اي جي جي او اي جي ام ليها ولا لا يبقى سيرولوجيكال تيست انا مش هشوف البرازايد لكن هشوف اللي ضده اللي افرازها الجسم ضده وان كان تكتب على السيرول انا نفسي انا نفسي انا بس تطلع في اميبة همش هي لتقصة مش هده ليسخص لك انت تريد تميل نحي تشخيص معاية تستكمل كل بتاع يبقى سيرولوجيكال وستول بطوع الاميبة برازايد طيب ما تنساش بقى الاساس ايه الاساس ما تنفعش تنساها يعني ما تخليش لما يقولك شست ايك سري ده فورد كومبليكيشنز يا حبيب نشوف في امباييمة ولا لا نشوف في لانج ابس ولا كل ابس في لانج بسرع الامباييمة ولا لا كل الحاجات دي كومبليكيشنز لكن اوعى تنسى الاساس اكتبولك بخط جديد الانفستيجيشن بالالتراساوند اند سي تي اوعى تنسى الالتراساوند ما ينفعش العين ده يتشخص من غير ما تكون عاملين سي تي حتى بالالتراساوند الواحد وبينفعش نعمل والتراساوند وبعد كان مطلوب سي تي هاي خاص يقولك الالتراساوند اكتبقى شكل الابس يعني اخده للسامغة كل حاجات دي تقولك دي ده اصلو مش طب ممكن وفيه لا ده كل ده هيتبان وهيتفصص وهيتفرق بالسيتي قدوم اخر حاجة حاجة عضيطة جدا اسمها ايه اسمها يعني يعني ندي الامية بيتموت بالمترو النزول ندي مترو النزول بجرعة معينة كده بقولك هلاك مليجرام تبع مرات في اليوم يعني الفين ونص اتنين ونص جرام في اليوم لما انا اخدها تلات تيام يا عد بيتين وسبعين ساعة حصل يعني احنا بنقوله وهنرجع ان نقوله في الدريتمنت لان الدريتمنت هو ده حتة قميبة ضعيفة برازاية ضعيف لما هتديلو مترو النزول هيموت وطبعا تدي في الاجيل فلما هيموت هيتدي العياني تحس كل حاجة هتريزولف هتريزولف هتبقى بقى هو بيرزولف بيكون ولا انت محتاج من محتاج تعمل له محتاج تعمل له دريتش لا تنسى اللاب اللي اتنين بتوع الايه بتوع القميمة حلل التصور وترابياتك تستيوصلها في يلا بقى يا جماعة ممكن نشخصه ها ممكن ممكن تعمل لكن في الاغلب احمد في الاغلب بتقبى داخل يعني مفيش حاجة اسمها انا داخل فور دياغنوزز and then افتر دياغنوزز هخش تاني بقبرة عشان نعمل تريتش لا ما بيباش كده انت عندك ابسس ابو ابسس اومو ابسس شفتو في السمر ابسس شفتو في السيتي ابسس خلاص كيف هيا بقى كده طب انت خايف من ايه يعني خايف من ان انت تعمل له مثلا يطلع حاجة يطلع هيمانشيومر مثلا لا اما هيتبان في السيتي يطلع كافيراسيومر هيتبان في السيتي هطلع فيه في الاخر بالمناسبة لو هو هيداتب وشكتنا هيداتب السحب يضره فانا مش بسحب عشان انا بسحب وانا خلاص مالي لناحية هقول بقى ساعتها انا هسحب عشان ابسس بخش اسحب عشان اشوف جواه طب هتشوف يا سيدي والكاتشاب والشوكولاتة وبعدين يا حبيب ما انت هتضطر تخشي في الاخر عشان تعمل له فمن الاول سحبتي بالابرة هي سحبتي فما تقول هاش في خلاص انت لو انت اخذ بقى معنا انتك مش فاهم ومش عايش مع العيان العيان عنده باين بالسونار هنعمل ايه بقى هنسحب عشان تأكد غلط طب هتسحب هتلاقي ايه هتلاقي وبعدها مفوش اي حاجة اصحب عشان ايه ادريد طب ما كمل اول فما بتشوكش العين كزا مرة ومرة فوردعجنوز ومرة فوردعجنوز ومرة فوردعجنوز اول حاجة ميديكال تريتمنت ميديكال تريتمنت ميديكال تريتمنت إذ ذا جولد ستاندار يعني اي عيان هنخش معاك ودخدنا معا مترولدازول تمنمية مليجرام تي دي اس فارنترال اي بي العيان ده لو كان امابك فعلا هيتحسن في خلال سابنتي تو اوارس يعني ايه يعني ايه بعدها اتيام مفيش تحسن يو نيد دراج يو نيد دراج يعني في عيانين هم امابك كل حاجة فيه امابك لكن مش هيتحسن لان تكلفة كبيرة جدا لان عيان اميوتي قليلة جدا لان البرنتر مش جايب معنا تيجة زي اي حد ما انت اي حد موضة حي ممكن ياخده واحد يتحسن واحد ما يتحسنش ليه؟ اسباب كتيرة جدا ما نعرفاش بايوكاميكال في الجسم المناعة في الجسم بتاع الدواء كل حاجة بتحكب في العين انت بيستجيب لي موضة ده ما بيستجيبش فحصل خلاص عمره ما يستجيب للمترنتزول بس فانت محتاج في الاخر انك انت تدرين يبقى امت تكتب بقى الالتراساوند ان تكتب جلبها الالتراساوند انا اصمي مش كلمها الالتراساوند and the CT Guided Aspiration التراساوند CT Guided Aspiration F1 هو large من الاول جدا او رقم اتنين فالد ميديكال فالد ميديكال يعني ايه فالد ميديكال؟ يعني بعد اتنين وسبعين ساعة there is no dissolve there is no ماشي يبقى اتنى حاجة هي الالتراساوند CT Guided Aspiration ده في الفالد يا جماعة ايه؟ في الفالد ميديكال ديكبن وفي الالتراساوند بنخش منين خلاص ان شاء الله اخر عشر دايب باذن الله بنخش منين اكتب كده اعمل علامة على لو هو انتير اه نقطة مهمة جدا نستقولها خوية سنينكو ايه؟ يا فكرت قالي العيان من الجنب ظهره ديافرام بطنه لا بص عليها تلاقيها زي حدة النكاعة كده مش زي بقى الرسمة للانتروبوستين يقولك البورتالفين وهو داخل دي برايت ولفت الرايت داخل في الرايت لوب ونفت في الفت لوب معلومة قديمة الرايت بيدي بقى سجمينتل بقى سجمينتل بقى سجمينتل خمسة ستة سبعة تمانية خمسة ستة ستة سبعة تمانية اه شوف بقى سجمينت سبعة اللي هو اللي هو هده كده اللي ورا علمين اهو خمسة ستة سبعة تمانية دول قدام ودول ورا فلما تبص على سجمينت سبعة ده ورا خالص وفوق خالص اللي هو ده في المنظر الجانبي اللي هو ده ده اكتر واحد اشهر سجمينت سجمينت سبعة ده اشهر سجمينت يجيله ايه قمامك ليه بقى لان البورتال انا بقوله بطريق صلاح سلب في الاخر اه متفرع لطريق كزا وطريق كزا وطريق كزا وتكملته كزا ماشي ينزل على البطل ماشي ينزل على مش عاق فيه يبقى نزل على العجوز ينزل على عجوزة وفي الاخر تكملته كزا. تكملت كوبري اكتوبر داخلة خالص في سيجميل. يعني ما تقوله لان الراهي بتاعته نورمالي رايحة للباسترو سوبيليور سيجميل اللي هو سيجمنت سابعة. اكتر حاجة فوق اكتر حاجة وراء. وانا قلت لك دايما دول قدام ودول وراء الليبر ماشي كده. فسيجمنت سابعة ده يجيله ليه? لان الكونتينتر البورتر غالي هو يتكمل فيه. فانا بدي هنا حارة هنا هنا حارة لكن هنا في الاخر يسوه وبيرسي فين? بيرسي على سيجمنت بسابعة. على البوسترسوبيل. ففي ظهر العيال فوق خالص من الليبر ده اشهر ما كان يجي فيه ايه? ايه? فلما هتخش بنيدل عشان تسحى بتعمل بالحيطة دي تخش من حاجة اسمها انت بتعارف يعني ايه? يعني قبل الاتنين قبل احداشر واتناشر. فوق حداشر على طول. تروح داخل وموجه نفسك بقى بالسونار وبالسي تي على مكان الابسس. ما كانش مكان الابسس فوق هنا خلاص هتفق في حتة اللي انت عايزها. بس في الاغلى بيهبا فوق هنا. فبتدخل ورا شوية. وتخش بالابرة على طول طايرك على البوسترسوبيل القسمة بتاع الليبر. خلاص كده? طب لو هو ما هوش ماشي مع القاعدة. عمل الابسس في بتاع الليبر. ولا يأكل مسلا في سجبلت الخامسة. سجبلت التمانية. مسلا. خلاص? هتخش ايه? ترانس ابدميلا لكن تحت على طول. وتخش على الحتة اللي هو فيها اي مكتبة في اي سجبلت. انا بقول الاشهر سبعين تعانيه في المياه كازم. خلاص? طيب. ركز بقى معايا. امتى اقول ان الاسبريشن مش نافع? ومحتاج اوبن درينش. لما يكون الابسس خالف القاعدة. فاكتب رقم ثلاثة او جراحة. يعني ايه خالف القاعدة يا ولاد? خالف القاعدة يا بدل ما هو وايوني لوكلر. اه ارسل جنبان اسمه دي. مالتي لوكلر او مالتبل ابسسيس. يبقى امتى بعمل ألتراساوند يا فلد ميديكال يا لارج ابسس. طب امتى بعمل اوبن يا مالتي لوكلر يا فلد الاسبريشن. يبقى الاسبريشن يعني ايه فلد? يعني كل شوية كل شوية يجمع تاني ومفيش تحسن والحكم هو هو. يبقى ده فلد ميديكال او لارج. ده فلد اسبريشن او مالتبل تحفظها كده. تحفظها كده. او حصل اللي هو البيوجينيك يعني. او هو بيقول لك افتحني عمل يعني ما يصحش ان انت متخشش جراحة. طب تخش بابرة. ازا كان هو طالع لك على البطن وبيقول لك افتحني ده انا خلاص ماتيور ابسسس. هعيدهم تاني لان الانديكيشن سأصعب حاجة عندهم. انا هو الفيرس اللي بنتبقي بثلاثة ايام ما تحسنشي ايما انا فيه. ايبقى هعمل صناعة او هو يمتى تعمل لو او لو كان شكله كده بيقول لك انا برش. الكراتيلة مش عليكم بقصد ده قدي ايه حجمها اللارجي دي ايه. كده سيجمنت واحد طب الحج من كم سانتي مش مهم. طيب لو انا عملت هو فشل يبقى 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 الفيرس الانديكيشن التانية هو من الاول اللي هو مش عبقى ارزع فيه كل شوية ابرة. يبقى مالتبل. او حصل عليه خلاص افتح. او هو طلع بنفسه على الجيل ده لو قلتك تفتح يتروح ايكا داخل بقبرة تفتح على طب ازاي تفتح ازاي تفتح ازاي تفتح الاخر حتة ان شاء الله الحتة دي مهمة يا راس ما دي جنب ده. الاوبندريفش دي هو متخيل وتفتح بس كلام. الاوبندريفش يقولك عليه يعني ايه يعني ايه يعني ايه ايه ابروتش? بص يا سيد انا اصلت اقسيب الراسمة دي بقى بص يا سيد يعني ايه 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 اكسترسيرس ابروتش? قادي البطن هنا. وقادي الضهر اهو. وقادي الليفر اهو والديافرام اهو. انا عندي مسلا قوليك والمسلا في الحيطة دي. حلو كده? هروح داخل مش زي بقى القبلة لما قلت بخش تحت لا هخش تحت اللي هو طب هتخش ازاي يا سيدي? هتخش ازاي? هتخش كده. انا داخل بقى مش من ضغط يعني من الجلد اللي هنا كده. بتحت بقى عليها. بقى 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 بقى. هروح. هو اصلا خرم لديافرام. حلو? وعمل لي كابتي تحت الديافرام على طول. ناشي? او مش خارمها. هو عامل ابسس لازق في الديافرام او خالهيجنز فضيحة. فانت محتاج تقشرها من على الديافرام. تكلم الحاجة. انا مش عايز افتح البريتونيال كافتي وانا هيحصل بس مها بريتونيز. ومش عايز افتح البلورال كافتي. وانا هيحصل بس مها بقى مباييمة. يعني انا فتحت في العيان لكن ما اخدت شبالي ونخربت. فعملت هرب منها الباص اللي هيتفرز بعد ما انت تسيب العيان وطلعه برا القوضة. هيتفرز باص تاني شوية طلعه ويروح طلعين بعد حتة اللي انت نخربت فيها في الحكام. لأ. انت عايز تخش. باص. تقشر البلورال. يعني ايه? تقشرها. يعني تزحى الجوه كده. بس تكون دي بقى محتاج كده بهدوء. تقعد تقشرها من المكان الرساسي اللي هيكت عاملها. فتزحى بس مقفولة. وتزحى ايه? البريتونال كافرينج برضو بدل ما هو كان كده? لأ قعد اشهر فيه ونزله كده. فبقى عندك تراك. فتح على فتحة الجلد بتاعتك. التراك ده لا داخل على البلورال كافتي ولا داخل على جنراليز بريتونال كافتي. ده اسمه اكسترا يعني خارج. مش داخل. اكسترا مش اكسترا. يعني اللي هي البريتونال الكافتي والبلورال دول اسمهم سيراس بيمبريت. وليه انا بروح مقاشر لجوه. طبع البيسرال في دهرهن. وبروح مقاشر لتحت. فبعدت عن كافتي وبعدت عن كاتورال كافتي. فالبصل اللي يطلع يطلع على على الشارع. واروح حط الدبناء هنا في في الابسس كافتي. يبقى الدبناء طلعلي من جوه هنا. في الابسس كافتي? عالشارع. مفيش اي فرصة. حتى لو شلت انا الدبناء دي بعد كده بقى فيه. فيش اي فرصة نتبص يا اسح على طولها. ففيش سمعت ما اعمل دراج. ده اسمه ايه اسمه اكسترا. سينا سوى ترسب الراسمة دي جربة. في اي اسئلة قبل ما انهي. بكرا ان شاء الله تنحس الساعة عشر مص حصة طويلة طويلة طويلة. ربنا يسترها تكونوا نايدين كويس. وتكونوا واكلين كويس. وتكونوا دخيل حمام كويس ان شاء الله. دكتور هو انا بشيل جزء من الليفر يعني ما كان. لا. الجزء ده من الليفر اتاكل. خلاص اتاكل. بيقول لك افتحني بس. مفيش حاجة اسمها تشيل. انسى. انت حصل فيك دستراكشن. افتحه بس عشان يستريح العيان. والانفلميشن اللي في الليفر ما حوله يقل. لكن عمرك ما تشيل. مفيش في حاجة اسمها تشيل غير في حاجة واحدة بس. ومش في الليفر بقى. بحاجة تشيل. اه بالمناسبة. انت بالأسپيريشن. الأسپيريشن. تشوف كده جميع. نصر. أسپيريشن. في الامابيك. وفي البرست. عشان. وفي البرين. البرين أبسس. يعملوا منه. هخش بقى يفتح ويعمل ما هفيني البرين في كل حالة. انت وفي بتاعتيني. اي بي سي. قعدته كده. امابيك. بلاست وابرين. وكولد. سهل كده جماعة. وانا اضاف لك مع الامابيك كعادي. خلاص. عشر ونص بك هشوفكم ان شاء الله. بإذن الله. بإذن الله. تقبوا سمعين الكلام.